اهلا وسهلا بكم معاكم كريم رمضان وفيديو جديد هنتعلم فيه ازاي نعمل نسخة احتياطية او باك اوب من الواتساب بدون الحاجة للانترنت علشان ما تضيعش بقتك في استرجاع المحاسات بتاعتك لو انت عايز المحاسات توصل كاملة بدون انترنت الفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك تابعوا لحد الاخر هنتعلم ازاي ناخد نسخة احتياطية وفي نفس الوقت هنتعلم ازاي نعمل استعادة للنسخة الاحتياطية دي يعني لو انت هتغير من موبايل لموبايل تاني رسائل الواتساب هتوصلك كاملة هنخش بقى على الواتساب بتاعنا شان نعمل نسخة احتياطية من الرسائل بتاعت الواتساب بتاعنا هنخش على الاعدادات بعد كده الدردشات او الشاتس بعد كده نسخ احتياطي للدردشات تقدر ان انت تعملها على جوجل درايف او تقدر ان انت تعملها عن طريق ان انت تنسخ على التليفون نفسه وده عن طريق ان انت تدوس على دي ابدا ما تختارش دي خالص تخلي دي ابدا او نيفر هتعمل بقى النسخة احتياطي هوا خلاص خدت كل حاجة هتروح بقى على موديل الملفات بتاعك طبعا بالنسبة لك انت بقى خش على موديل الملفات بتاعك عادي انا للاسف موديل الملفات بتاعي مش هادر خش عليه لان انا عملت له نقش يعني عملت له اب لوك عليه ان هو محدش يفتحه فنسيت النقش فعشان كده بستخدم بقى تطبيق خارجي هتخش على زاكرة التليفون نفسه هتلاقي تطبيق اسمه واتساب هتختار نسخ عايز تنسخه للزاكرة الخارجية بقى دي اعمالية لازم تعملها بنفسك يعني واتساب ما بينسخش على الزاكرة الداخلية بينسخ على الزاكرة الداخلية بياخدوا الباكب نسخة الباكب على الزاكرة الداخلية مش الزاكرة الخارجية هو خلاص كده سيفه نيجي بقى للواتساب قبل ما تشغل الواتساب لازم تنقل الملف فاكرين الملف اللي قلتلكوا عليه ملف الواتساب هتنقله من كارتن ميموري تحطه في التليفون بقى هنختار كارتن ميموري وننقل ملف الواتساب ممكن نعمله بقى هنا موف يعني احنا مش محتاجين ان احنا هنقله بقى لذاكرت التليفون عادي كده الملف تنقل خلاص هتروح بقى على الواتساب هتدوس تكتب رقم التليفون بقى بتاعك وبعدين هتدوس next هتدوس continue hello hello هنا بقى هيقول لك ان في ملف بقى موجود كل اللي عليك ان انت هتدوس استعادة او restore وتدوس next تكتب بقى الاسم اللي انت عايزه او اللي كان موجود براحتك خالص ممكن تكتب اسم الدين حتى برضو نفتكر ان احنا نعمل دي never علشان ما يعودش بقى يسحب في ال data بتاعتك او ال wifi بتاعك دلوقتي بقى الباقات كلها محدودة ويندوس done في نهاية الفيديو بقى لو عجبك الفيديو ده واستفدت منه ياريت تدوس لايك وشير وياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول اتركوا في القناة سلام عليكم